كان عمرك 17 سنة 15 15 اطلقت عمري 18 15 سنة 15 كنت صف 10 خطبت قاسع خطبتت جوزت بالصف العاشر طلعت عامركة فتت صف 11 كيف كانت هاي التجربة عليك؟ اوشي ليش؟ ليش لأنه بابا كان كثير خاف علينا وتقدم لي شاب كثير آدمي وصاحب دين وخلوق جا بابا قال لي فيها يعني كان عادي انه يعني يتجوز ومو كثير عادي مثل قبل قبل بس انه عادي قال لك بابا انه شاب مرتب وكذا طبعا ما كان ثري دامستاري ولا شي يعني ووضع جدا عادي بس محترم يعني ومناسب بس قال لي بابا تتجوزي هيك يعني عرض علي الموضوع فأنا انه طار عليها بس خاتم فستان عرس وحتاج هيك وطفلة يعني ما بس انا بارح كنت عم صورة لأصالة نعم قل لهم تخيلوا أصالة لأربطعش انا قدك كنت خاطبة عمري أربطعش وخمسطعش بس أصالة جسمة ما كان مثلي يعني انا كان مبين علي عمري عشرين اه كنت بعاطية في تضاييس يعني انا كنت بطول أصالة بس اسما من أصالة يعني يعني جسمي حلو مو انه اسمينة بس كان مبين جسم أنسة يعني أصالة جسمها طفلة لسه عرفت فكنت عاطية أكبر من عمري يعني أورادي تترك جواتك شي بأصد سلبي أو إيجابي هذا الزواج؟ لا والله كان كتير إنسان بيجنن وكتير يعني ساعدني بالدراسة وكنت حسه أكتر يعني مثل أب وأخ وصديق أكتر من يعني كان في احترام بيناتنا أكتر كان كتير يخاف علي مثل الواحد جاي أخذ معه أمانة وعن نحافظ عليها هيك كانت العلاقة وانتي حدا بينسى بس بتذكري حالك بهديك المرحلة هدو بتذكرون أنه كيف استوعبتي انتي وقت صار الزواج انتي طفلة وعملك 15 سنة وإحتي ما ماتك مختلفة أكيد بوقتها وصورتي فجأة بيت إيه كنا دائما انتقاتل أنا بدي أحضر أفلام كرتون وبيدي أحضر الجزيرة مثلا والله كان بيني بيني 14 سنة بس أنا يعني التهيت لو انضغري وصلت على أمريكا بحكاية طلصة أنا كنا عساس طعين هونيوون